نم 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 هي يا بابا استيقظ استيقظ بكف نوم يعني 24 ساعة نايم استيقظ نم 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 اوف شو بدك يا ولاد شو بدك يا ولاد هي يا بابا بكف نوم بترجك اوم علشان تشوفي النحل علشان نطلع من هذا السجن يلا اوف اوف شو بديه سوي يعني ما في اي طريقة حتى نطلع من هذا السجن احنا محبوسين بهذا المكان والطريقة الوحيدة لنطلع من هذا المكان هو انه الحارس يفتح لنا هذا الباب بس يا بابا انت بتعرف انه الحارس ما بحبنا بالمرة هو بكرانة كتير وبالمرة بالمرة ما رح يفتح لنا هذا الباب بترجك تعالي نحاول نروب من هنا في اي طريقة اوف كيف يعني بدي اهرب من هذا المكان خليني طيب بدي احاول انا اكسر هادي اه كسرت الزجاج ولكن موجود يعني حديدون على الفاضي لا 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 شو هذا طيب يا بابا بعرف حال تاني تعالي نحاول نكسر البوابة هادي المصنوعة من الحديد يلا يلا ساعدني اوف يلا طيب حاول 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 اي ايدة كسرت والله شو هذا على الفاضي يعني لازم ندور على حل جديد ولكن كيف بأي طريقة يعني ما في اياش ممكن نحاول فيها هاي يا بابا دور دور بترجك ما بدي ابقى هون يعني انا جالس بشرب من هذا السطيل ومن هذا السطيل ومش تلاقي مياه ولا الطعام الان شوف انا طريقة يا بابا اوف طيب هاي شو هذا السندوق هل لينا بدي احمله بدي احطه هون هل لينا اشوف هاي بيكاكس مصنوعة من الخشب واو شو بدك تعمل فيهادة دك تكسر راسي فيه والله عن جدة اكسر راسك يعني ايش بدي اعمل فيه بدي اهرب من هذا المكان يلا طيب يا بابا كسر الباب كسر الباب ايوة اقوى 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 اهيه ليش ما بيتكسر هاي والله ما بتكسر بعد ايكي عندي حالتان يوي اكسر الحيطان يا الله هين عربنا من هون هلأ من وين من وين من وين ما بيكسر الابواب اذا لازم اكسر هذا الحائط يلا تعال يا ولد وراي ياي يا سلام من وين هلأ من وين خلينا نشوف من هون يا سلام تعال شوف تعال شو هذا اللي وجدته هاي تعال اتفراج يا اما من هادي شو بتعملوا انتون حرامية ولا لصوص ولا مجرمين ولا هاربين من السجن انتو احنا عربنا من السجن ولك يا غابي ليش يكي بتحكيلو احنا ما عربنا كذاب هذا كذاب لا انتو الكذابين اي اختاروا الجناح يا الازرق يا الاخضر انا بدأ اختار الجناح الاخضر والولد كمان بتو يختار الجناح الاخضر يلا خوض يا الله الرحلة سعيدة ايه ليش بطير لحاله ايه جالس بطير لحاله وين رايح وين رايح هذا والله ما بعرف هني بدأ امشان ايه لا 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 ايه بسم الله شو هذا ايش هذا المكان والله غريب كتير ورا السجن معقول كل هذا المكان كان ورا السجن موجود في حفرة لدولة علم فلسطين ودولة علم اسرائيل ايش غريب كتير والله عن جاد ايه شو هذا يا باباب غريب هذا الجناح نقني لوحده الى هذا المكان انت مين بتحب اكتر اسرائيل ولا فلسطين انا بصراحة بحب اكتر اسرائيل لانه هاي الدولة قوية وعندها يعني اموال كتير اما هاي الدولة ضعيفة ودائما بضربوها وفقيرة كتير اه والله لانه احنا مجرمين واربنا من السجن خلاص تعال نقفزوها حفرة اسرائيل يلا فلينكبس على هذا الزر بعد واحد لين ثلاثة يلا ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو احنا يا عائلات فلاش الاسرائيل الازرق واحنا منشجع اسرائيل قول معايا ولاد قول معايا قوي انتي تحيا اسرائيل تحيا اسرائيل تحيا اسرائيل يا سلام يا سلام بحب اسرائيل مو 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 بحبك يا اسرائيل بلدي حبيبتي ووو عن جد بحبك يا اسرائيل ووو شو هذا شو هذا يا سلام انت ما بتستحق الجناح خود هاي اللي بلوكات ليش بدي جناح اسكوت الجناح للكبار تعال تعال معي اول اشي نشوف اهلا ومرحبا فيك انت فلاش الاسرائيل الجديد مرحبا وانا فلاش الصغير الجديد اهلا انت نصف فلاش لانه انت حجمك صغير اهلا وسهلا يلا شوف كل هدول البشرين الموجودين جوه هاد الحباس بديك تطبحهم اطبحهم بخاف ساعدني يا بابا طيب لا تخاف انت اسرائيلي والاسرائيلي ما بخاف بعد هيك يلا خلينا اطخهم خود اضربهم باي المطرقة yey مطرقة يلا خلينا اخذ المطرقة واضربهم فيها يا سلام يلا طيب geldiنا اطخهم هيك اضرب اضرب ايوة اضرب بالمطرقة خلينا نشوف قوتها يا سلام ايوة عن جد انت عندك قوة قوية كتير بوم بيو هلس تعال تعال معاي ولا بصراحة ايش رائع ايي تعال انتو يا تعال نعم ايش بدك يا رئيسي ايي بدي ياكوا تروح على كوكب قريب مننا موجودة في فلسطين احنا بنكره فلسطين صح ولا لأ طبعا نكره اكيد ما بحب فلسطين بالمرة انا اصلا فلسطين مش حلوة ايها عيها عيها مثل القمامة نعم علشان ايك انا بدي ياكوا انتو الاتنين بدي ياكوا تروحوا ترجم على كوكب فلسطين وتكسروه وتدمروه وتحرقوه ما تخلو فيا ايش سمعين طيب ماشي يييييي يلا طيب خلينا نروح يا بابا يلا روحوا يلا تعال انا وياك الان بدنا نضلنا رايحيا فليك انت بك توصل وانا بدي اطير انجد عنا وحوشة قوية خلينا اجرب عليهم شو هذا شو هذا ياي والله حلو كتير اوه مرحبا انا هو الزومبي اسرائيل العملاق اطلع حجمي مكبر وصار شكرا للك لتكبيري انت قوي بتير بتير حبيبي اوه حلوة يلا الان بدي ازغرك والله عن جد كبير انت قرب 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 ايو ايو حرام عليك كبرني رجعني طبيعي رجعني ايوه حلو كتير زي هيك يلا يلا تعال تعال وراي يا ولاد وصل هاي الطريق وصل على شعر علمك كيف توصل يلا يمشي يلا لازم اتسوي زيك صح يا بابا ايوه بعدين بتمشي بطريق لازم اصل ايوه 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 والله سقط الولد ومات يلا مش مشكلة بروحه بيجي غيره عادي بجيب واحد تاني هلين هل اطير هون ايوه كوكب فلسطين ليش انتم مسلحين ايوه اطلقوا علي خلينا اشوف القائد تبعكوه وبتكلم معاه طيب يلا يا قائد دعالوا شوف خلينا نمسكوه على بين ما يجي القائد يلا يا سلام رأس امريكي ورأس اسرائيلي وانا يا البطلي يا سلام يا سلام انا هلك البطلي واليوم رح اكسر كل الاسرائيليات والامريكيات الفتيات رح علمهم من الفلسطينيات الاقوى والاروح كمان نعم وانا هو الرجل الاخضار اللي دمرت كل الحصون ودمرت كل القناعة الاسرائيلية واليوم رح ادمرهم تدمير ايه يا قائد تعال بسرعة تعال في واحدون اسرائيلي ايه 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 حاطين على رأس الاسلحة شو بتعملون يلا احكي للقائد ايه شو بتعمل انت هون ليش جاي لا اننا لا هي المنطقة ايه والله جيت لهذا المكان علشان كنت بدي اقضع عليكو ولكن طلعت انتو اقوية كتير نزل هذا السلاح نزل ما بدي نزل شو هذا شو هذا اسرائيلي شرير جاي لعنا لهون دعم والله ناسف شو هذا شو رح نعمل في هذا الغبي ليش جاي لهون ليش جيت اقضع عليكو بس طلعت واقوى بكتير بكتير فكرت ذاك الوحش الشرير يعني حكالي انتو مش اقوية لهاي الدرجة بس عن جد طلعت اقوية جدا نعم طبعا احنا قوياء وعند قدرات ما في اي حدا بالعالم من دياب تعال لون تعال واجهيني ورجيني قدراتك يا ضعيف توقف لا تتحرك ولما عد للثلاثة راح نبلش مواجهة واحد لين ثلاثة يالله اعجم يالله راح اكسر راسك تكسير اي اي شو هذا عن جد والله انت قوي كتير خلاص توقف عن ضرب توقف اسكت فلسطينية دولة رقم واحد احكي انك انت بتحب فلسطين وبتشجعه هي الاقوى لا ما بدي دولة اسرائيل اقوى على عهد على دينية على ارض اسرائيل تلاقييني ايش على ارضك اسرائيل تلاقيك ولا لا كسر راسك تكسير خد لك يالله بيو بيو يالله راح ادمرك يالله يالله يا قائد كسر لرأسك تكسير هذا اسرائيل واحنا ما منحب اسرائيل يحيى القائد هالك يحيى القائد هالك لا طبعا شو يحيى هالك ما يحيى هالك يحيى فلاش الاسرائيلي طبعا اسكت يحيى هالك مثل معك وتماما خد لك ولا لا كسر اسنانك اه 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 لا اه اه ها 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 يعجبنا يا ضعفاء دمرك وتدمير ياي يا سلام وطبعا المتل دائما البطل هو زوجي هالك الاقوى بالعالم ياي بس بابا طبعا بابا هو اقوى واحد بالعالم صح يا عرنوب نعم طبعا ياي رائع كتير بس لسه انا ما خلصت انتقامي قولها هل راح ادمير الكوكب تبعهم تدمير يلا بصره 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 جعل هل حتى ادميركوا وينكوا اوه هيك انتي تعال لون اول شي خد لك هاي انت اطلع اطلع انت يا ابن اطلع تعال وراي راح اطلعك من هون ياي شكه لليلك كتير لافوا لافوا وانت خد لك هاي اوه يا السلام يا السلام اطبعني اطبعني يلا شو هذا وين بدك تودي هذا هذا سجينينا نعم ولكن انا الام بدك اقتلكوا انتم انا الان دمرتم تدمير تعالوا اطبعني يلا يا سلام شكرا للك كتير والله عن جدي انت بطل خارق قوي يحيا هاكل فلسطيني اجمل واقوى فلسطيني بالعالم اكيد اكيد انا واكل فلسطيني الاقوى بالعالم ما في اي حد اقوى مني باش اشجعه بحب فلسطين وطبعا تحيا فلسطين دولة حرة عربية بي مش محتلة ابدا وهان احنا دمرنا اسرائيل وما ترجع هذا الاسم على لسان اي حدا الاقطعه واي حدا بحب فلسطين لا ينسى حط لنا الشغلة بسيطة لايك اشتراك وفعل جرس التنبيهات واكتب بالتعليقات فلسطين احط علم فلسطين احط اي اشي لفلسطين علشان الناس الناس تحب فلسطين تعجي وتشوف احنا قديش بنحبها صحيح يا جنود نام احنا فدى فلسطين تحيا فلسطين منحبه كتير كتير تحيا فلسطين ايه تحيا فلسطين حلو كتير رائع جدا جدا وياله اللي ان الان بدي اطير ودور على الاعداء الموجودين بهذا العالم وهلك البطل انتصر على افلاش الازرق الشرير ها 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 يلا على ضرب الاشرار